الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول حسن الله إليك ما حكم الأكل من التمر قبل إخراج الزكاة وقبل الخرص الحمد لله رب العالمين لا بأس بذلك إذا كان لا يؤثر على النصاب الزكوي لا سيما إذا كان الرطب كثيرا ونخل البستان كثيرا جدا عادة فإن أكل الإنسان بنفسه شيء من ذلك وإطعام ضيفه أيضا وكون يتصدق قبل مجيء الخرص كل ذلك لا بأس به ولا حرج إذا كان ذلك يسع النصاب ويسع غيره والله أعلم